مرحلة جديدة في تطوير التشريعات اخرها دخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ من منطلقات تراء استدامة الصناديق التقاعدية كما يسهم تطبيق القانون في تعزيز الانتاجية من خلال زيادة سنوات الخدمة للأفراد للوصول إلى أعلى نسبة للمعاشي بعد التقاعد وهي خطوة تهدف لتحقيق الاستمرارية في عجلة التنمية من خلال مساهمة المورد البشري في مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تحتضنها المملكة وقانون التقاعد الجديد احتوى على العديد من المواد والمزايا التي يعد من أبرزها المساواة بين الرجل والمرأة في احتساب المعاشي التقاعدي وسنوات الخدمة تعزيزا للمساواة بين الجنسين وبحسب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإن استحقاق 90% من الراتب للمعاشي التقاعدي يكون في حال كانت مدة اشتراك المؤمن عليه 45 سنة إذ يستحق المعاشي الإضافي بواقع 10% ليصل المعاشي إلى 90% من الراتب ولم يلغي القانون الجديد التقاعد المبكر ببلوغ سن 55 سنة ولكنه ألغى المدد الاعتبارية التي تضاف عند التقاعد المبكر وتنص المادة السابعة من قانون التقاعد الجديد على عدم سرايان القانون على الموظف المؤهل لاستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إلا بعد مضي سنة وحدة من تاريخ نفاذه إذ أجاز القانون التقاعد خلال الفترة الانتقالية المحددة بسنة من تاريخ نفاذه وفق أحكام القانون السابق اشتركوا في القناة